بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي الإسبوعي الملتقى ضفنا اليوم شخصية رائعة وصديق عزيز دي شخصياً الأستاذ الدكتور علاء رزي أهلا وسهلاً يا فن أهلا بك أستاذ الله سعيد جداً إن أنا قاعد قدام أستاذي ومعلمي والحقيقة علمت منك كتير جداً جداً في كنمية ناصر فأنا أشكرك أن أنت سمحت لي أن أنا أكون في ضيوفتك لا أنا بشكر سيادتك إن أهلينا في الصعيد وفي الوكه البحري وكي إبلي هيستمتعوا بالحديث وبالعلم بتاع سيادتك الأستاذ الدكتور علاء رزي رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية دكتوراه في الاقتصاد دكتوراه في الأمن القومي زمالة أكاديمية ناصر خير كده هو عنده دكتوراه في الإدارة فموسوعة علمية نجم في الملتقيات الاقتصادية وأنا بقول نجم يعني هو له حضور في كافة الملتقيات والمتدادات الاقتصادية زو فكر اقتصادي له كتابات في جريدة الجمهورية وجريدة الوفد وعدب من الجرائد وله عمود ثابت في جريدة الجمهورية النهاردة هو يعني رغم أعباؤه ومشاغله وجاي من صفر جاي لحضراتكم مخصوصا خصيصا علشان يوضح لنا الأزمات الاقتصادية وما تفعل أسعار وكل اللي بيحصل وإزاي نطلع من هذه الأزمات وهيتكلم برضو على الاستثمار فنبتدي مع سيادتك فندم للسادة المشاهدين أهلنا نبسط المفاهيم الاقتصادية التقيلة نقول لهم يعني اقتصاد هم كلهم بسم الله ما شاء الله يعني أهلنا في مصر الحقيقة يمكن كلهم الحقيقة يمكن اتضربوا على مفهوم الاقتصاد وكلهم بيمرسوا مع علم الاقتصاد لكن ممكن يكون على يقدر نقول ببساطة شديدة أو على حي يزديق شوية لكن احنا ما بنتكلم نتكلم على مستوى دولة بقى مش مستوى أسرة ولا مستوى فرد مستوى دولة بتضم أكتر من 100 مليون نسمة فالاقتصاد علم العلم ده قيم على حاجة محددة دراسة النضرة أو قيم على مشكلة منعاني منها على مستوى العالم كل دول العالم مشكلة النضرة يعني ايه مشكلة النضرة يعني احنا فيه حاجتين قدامنا فيه موارد اللي بتاعتنا بتاعة كل دولة وفيه احتياجات اذا كانت الموارد بتغطي الاحتياجات يبقى فيش مشكلة لكن ثبت على مستوى العالم بالكامل ان دائماً وابداً الاحتياجات بتبقى أكتر من الموارد هنا بتحدث المشكلة علم الاقتصاد بيدخل بقى ازاي امد اللحاف على قد رجلين هي كده ازاي الموارد اللي عندي دي هي ده اللحاف وأنا بقى اعمل اتمطع برجلين ايوه اتمطع برجلين بقى اللي هي الزيادة السكانية الاحتياجات عبارة عن ايه هل احتياجات مليون زي احتياجات عشرة مليون زي احتياجات اربعين مليون كنا في الستينات اربعين مليون ما طلعب بالناس هو اربعين مليون زي احتياجات اللقاء التابعة وعشرة مليون وعندنا أخواتنا اللي جايين من بره كمان يعني أنا بتكلم على الموجودين 110 مليون يبقى معنا كده في عندي مشكلة تانية في الموضوع إن الاحتياجات متزايدة بتزايد السكان والموارد هل متزايدة؟ لا متنقصة متنقصة مع مرور الوقت يعني مثلا موارد زي البترول هو البترول الموجود اللي تم اكتشافه ده مش كل يوم بينضب في مصان ولا بتزايد في بطل لا المنجم زي مثلا منجم دهب هل المنجم ده كل يوم بيزيد جوه ولا بيتناقص مرور بيتناقص يعني معنا كده الموارد بتتناقص والاحتياجات تتزايد هنا بتحدث الأزمة والمشكلة والمشكلة الاقتصادية هي ده المشكلة الاقتصادية يعني لو خدنا على مستوى البيت واحد ولاده كتير ودخله محدود واحتياجاتهم كتيرة فبيحصل عنده فجوة احنا حاجة بسط حتة تانية احنا خلاص اتفقنا ان مواردنا مش هقول متناقصة قول سابتة ولكن السكان بتزيد معنا كده ان سنة ورا سنة اللي احتياجات بتاعتنا زايدة على مواردنا فنصيب الفرد بيقل يعني مثلا على سبيل المسأل على سبيل المسأل وده الارض الواقع ايام محمد علي باشا كان عدد سكان مصر اتنين مليون صحيح نسمة وكنا عايشين على اتنين مليون فدان صحيح يبقى نصيب الفرد كام واحد فدان واحد فدان الوقت احنا مية احنا الوقت مية وعشرة مليون عايشين على كام شوف احنا زادنا من اتنين مليون ايه لمية وعشرة طب والافدان اللي عايشين عليها ما زادتش لا اتنين مليون لتسعة مليون يبقى نصيب الفرد كام اتنين قرات يبقى محنا كده النصيب الفرد بيقل ولا لا كنا فدان بينات ايه اتنين قرات يبقى نصيبنا بيقل معنا نصيبنا يقل لمشكلة تانية إيه المشكلة؟ أنت عندك مشكلة أمن غذائي وفجوة في الأمن الغذائي والغذاء مش في مصر على مستوى العالم العالم الوقت 8 مليار فبيزيد وإحنا بتحدث بقى المشكلة إحنا مش معزولين على العالم إحنا جوزي منه إحنا بقى كمان المشكلة بتكبر أكتر فيه بقى يعني بقى فيه تفاقم للمشكلة لما تيجي دولة تمارس ضغوط سياسية على دولة أخرى اللي هي عندها نقص وعندها مشكلة اقتصادية عندها مواردها أقل من احتياجاتها فتقوم هي بقوة ما أو بأليات ما تستخدمها تضغط على دولة تانية سياسيا تقوم تاخد أو تستنزف مواردها تحت شعار اسم الاستعمار قديما تقوم تاخد الموارد ديتي اللي هي أصلا مش بكافية السكان عندها البلد المحتلة دي وتقوم تاخد هي بقى هي تزداد غنى والدولة الأخرى تزداد فقرة وده اللي حصل أيام الاستعمار إنهم استولوا على صروات فصلا شعوب العالم الثالث اللي هي شعوب القارة الأفريقية وشعوب القارة الأسعوية وشعوب الأمريكا الجنوبية وكانت هذه الدول أو تلق قارات دول بالفعل إلا طبعا بعض الدول اللي هي حققت بقى إيه نقدر نقول الطفرة كبيرة زي الصين وزي ماليزيا وزي صنغافورة وكوريا وكلام ده لكن الدول بأجملها أو زي شعوب القارة الأفريقية غارقة في مستنقع التخلف وده نتيجة لإيه إن الدول المتقدمة مرسة ضغوط سياسية أخذت مواردها اللي هي أصلا مش مشبعاها عشان هي تكفي شعوب الدول المتقدمة فزلت شعوب الدول المتقدمة تقدما وزلت شعوب الدول المتخلفة تخلوها واستغلوا العلم والمعرفة في دهائية زي هلها بقى العلم وده نقطة أحييك عليها سبت اللي هو العلم ما هو اللي فرق الدول المتقدمة من الدول النامية إيه العلم والمعرفة العلم والمعرفة بدليل إن في القرن التسعة عشر في القرن التسعة عشر اللي هي الفة تمنمية وواحد واثنين وثلاثة كانت الفروقات من الدول المتقدمة ما كانش حاجة يعني فروقات طفيفة جدا صحيح يعني مثلا إيه الفرق من الدول المتقدمة مثلا في إنجلترا في قرن 19. كان مثلا نصيب الفرد مثلا يقول 50 دولار كان نصيبه في الدول العربية مصر ولا الهند ولا طبعا الهند مش دول العربية أنا بتكلم الدول العربية زي مصر هند ولا بتاع كان ممكن يبقى 40 دولار الفرق مفيش ورغم من ده كان يصنف ندقى من ده لكن مع زيادة العلم يعني يقال ودي أبحاث الحقيقة ممكن أبحاث ده ده بنقول زيادة وزن عالي أن العلم في القرن العشرين اللي هو 1900 وين العلم في القرن التسعين تضاعف مليار مليار مرة عما قبل مين اللي استحوز على العلم الدول المتقدمة هنا بقى اللي مارست بقى من خلال العلم اللي وجهته التوجيه خاطئ توجيه خاطئ جدا اسمح لي أن أنا أسير أو أسير قضية محورية بتهم مصر في الوقت الحاضر وبتهم شعوب الدول العلم الثالث على وجه التحديد لأن مصر بتحمل رسالة مهمة جدا على عطقها هي هو ربنا خلقها كده أنه دائما بتحمل هموم وبتحمل أنين كل الدول والشعوب العالمية مصر بتستضيف في شهر نوفمبر القادم مؤتمر المناخ طيب بعض المشاهدين تمام الحقيقة إحنا جالين إيه يعني المؤتمر ده والله يا حباك فتحت نقطة أنا كنت عايزة تنويلها مع سيادتك أنا حايز بيك حضرتك جبتها في مكانها عايز نفهم الناس يعني إيه مطم ملاخ إن عكساته علينا هنستفيد منه إزاي بيعكسونا في ليه يعني أنا على طبع الحاسس لأن أنت أستاذي فالجامل التميز بيحس بالأستاذ بتاعه لا لا ده أنت أستاذ كبير لا ربنا يخليك لا ده حقيقة ربنا يبلك لك مؤتمر المناخ أهميته بتأتي بالتدرج من الأتش وده مهم جدا أول مؤتمر تم عقده من خمسين سنة أنا أحب أتكلم بالأرقام عشان الأرقام عيوة أستاذ اقصاد الأستاذ اقصاد لازم أرقام هي الدليل الأرقام بتبقى مجردها مجردها يعني يعني بتحمل تحليل منطقي وبدون عواضح صحيح من خمسين سنة تحديدا تحديدا ألفة تسعمية تنين وسبعين تم عقد أول مؤتمر للمناخ في استوك هولم بالسويد تحت رعاية الأمم المتحدة صحيح صحيح عشان يمرسم أو يوضعوا يوضعوا آلية لإنقاذ القرى الأرضية من مغبة أثار بيئية ضرع ناتجة من التقدم الصناعي تمام على مدار الخمسين سنة آآ ما كانش فيه اهتمام صحيح إلا خلال السنتين الماضيتين تحديدا وأقول لحضرتك ليه بالأرقام كان سكان العالم ألفة تسعمية تسعة وسبعين يعني من خمسين سنة كان أربع مليار نسمة خيس الوقت كام؟ تمانية مليار تمانية مليار خد والماسونية العالمية بتقول في منهم نسمة لهم شلازمة نديهم شوية أمراض ونخلص منها ده موضوع تاني ما أنا هقول لحضرتك نجيله برضو ده موضوع تاني احنا كان عددنا أربع مليار من خمسين سنة 72 في الوقت عددنا تمانية تمانية مليار خد بقى الحتة ضعف الحتة بقى اللي هي ايه أنا هدخل فيها شوية هدخل فيها بعمق الزيادة الزيادة أربع مليار زيادة تسعين في المية من الأربع مليار لشعوب الدول النامية والزيادة البقية للعشرة في المية للدول المتقدمة اه خد بقى الحتة التانية فالوعي اه ايوة فالوعي بقى والمعرفة اه خد بقى المشكلة اللي أنا هقول لحضرتك عليها الوقت الناتج القومي العالمي او الدخل العالمي تضاعف تلت مرات خلال خمسين سنة كويس يعني اذا كان مليار مثلا بقى تلت مرات بقى تلت مرات الوقت يعني تضاعف كم مرة تلت مرات تلت مرات تسعين في المية من الزيادة عند المتقدمين عند المتقدمين عكس الايه عند الغلابة عكس السكان عكس السكان وعشرة في المية لدول العالم النامي بالكامل يبقى معنى كده ان انت ستظل لك مشكلتين في ان واحد مشكلة زي سكانية عشان يزود ايه الاحتياجات ثم انت تعاني من مشاكل مش اهدر تبقى مدد ايدك على طول مدد ايدك على طول لهم ودي نقطة مهمة جدا فهو بيضمن لك ان انت تفضل تحت المعاناة والسيطرة والاحتياج فانت هنا الوقتي خدت بالك امام مشكلتين الزيادة السكانية رهيبة وفي نفس الوقت ما خدتش ما يقابل هذه الزيادة من ناتج او دخل قوم بل بالعكس راح لمين للدول المتقدمة خد بقى الحتة المهمة يعني ممكن نقول الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر احنا كده فهمنا الحتة دي احنا قلنا الناتج او الدخل القوم ضعف كم مرة ده السبب ايه في خلال خمسين سنة نطعف ثلاث مرات يعني ده حاجة كبيرة جدا السبب ايه استخدام العلم استخدام خاطئ بمعنى الاضرار العمدي بالبيئة استغلال البيئة اللي هي وديعة للاجيال القادمة يجب ان نحافظ على الاجيال القادمة استهلكها واستنفذها عشان يقدر يحقق اكبر قدر ممكن من الصراء على حساب مين شعوب العالم التالت او المتخلفة التلوث اللي حصل ده اللي حصل ده تسعين في المئة منه من سبب الدول المتقدمة اللي هي اخر التسعين في المئة عائد عائد صح والضرر الدرر على شعوب العالم التالت اللي هي عانت لان على اراضيها هذا التلوث معنى كده ان احنا عايزون نربط الموضوع واعتقد ان دي رسالة هتصل الى الجهات المعنية في المؤتمر المناخ علينا ان ناقش تات حاجات مهمة جدا 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 اول حاجة ان تكون هناك عذالة في توزيع العوائد على مستوى العالم طيب هتقولي دي دولة ودي دولة لا في فرص وفي تعزيز لحجم التبادل التجاري ولابد ان تكون هناك قواصم مشتركة بمعنى مش كله تصدير وكله استراض مش ممكن نفضل سوق له ما منفعش كده بالزبط يبقى لابد ان انا زي ما باستورد منك استورد مني صحيح مش اقول لك غازب لا لابد ان انت بقى هنا عدالة في التوزيع الدول بالزبط بالزبط فدي نقطة النقطة التانية لابد ان انا اشوف اتوجه الى اعالج الزيادة السكانية الرهيبة اللي بتلتهم كل شيء حتى انا يعني نقدر نقول في الصلاح الاقتصادي الاول نجحنا فيه حانى خمسة وستة من عشرة في المن البعض ما يعرفش ان الرقم ده جعل مصر تالت اعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم هتيتقول لي يا دكتور انت بتتكلم كلام ده احنا ولا في الجمهورية مش عارف ايه اصعان غالية مش تقين ناكل ما هو للأسف احنا بنمشي في خطين فيه خط بيضغى على خط ماشيين في خط تقدم اقتصادي واصلاع اقتصادي وفي نفس الوقت زيادة السكانية رهيبة بتلتهم ده من امر رئيس مبارك هو بيحصل بتلتهم بس الوقت فيه زيادة عالية جدا يعني انت انت تتخيل ان احنا يمكن زدنا عشرين مليون او خمشار مليون وبرضو لو سمحت لي يا فندم الزيادة السكانية في المستويات الاجتماعية القليلة اكتر من المستويات الاجتماعية العالية يعني نفس الصورة العالمية منعكسة على مصر بالزفت طبوس تلاقيه مخلي في حال كتير معهوش فلوس ومعهوش فبيطلقهم في الشوائع هنا بقى بنقول ايه وده الدراسات اللي احنا يعني دائما بيتمناها ان دائما وابدا عشان تقدر تعالج المشكلة الزيادة السكانية وما يدبعها من مشاكل اخرى اه اقتصادية واجتماعية زي مشكلة البطالة مشكلة الانحراف المسكتر مشكلة فرص العمل قلت الانحراف مش لقيين دخلوا في الجريمة اه بالضبط وده اللي خلاني اطلع على بعض النمازج العالمية العالمية وقف فبص لقيت فيه نموذج مصري محافظة مصرية طبقت ونجحت نجاح كبير جدا فين دميات اذا اساس لا ما نجا ما انا مش بتكلم بعض الموذج اساس ومشبكوا حلويات لا لانا قصلي انهم بيشتغلوا بينتجوا لا هنا بقى بالضبط بينتجوا اساس يعني يوم ما نقوا حاجة وبرعوا فيها وبيصدروها وعملوا انتاج وتخصصوا انا بقى اتعمقت فيه دراسة هذه الظاهرة كويس حب العمل والتمكين الانتاجي التمكين بقى الانتاجي هاي بلا لان التمكين انا من التمكين الانتاجي مش الاقتصادي كمان ايوا الانتاجي الانتاجي هيتبعوا اقتصادي هتشغالوا وهيتبعوا كل حاجة صحيح فهنا لما انا تتبعت هذه النهضة النول النظرية بتاع الدميات وجدت القاتي الناس هناك عندهم ثقافة العمل بالفعل دي حقيقة لان الوقت الوقت فيه تراجع فيه تراجع جامد لكن انا بتكلم فترة التمانينات والتسعينات انا درستها تخيل طلقتها بحاجات حاجات خطيرة جدا ويجب ان هي يتم تعممها طبعا يتبعوا الانتاجي بقى اه علشان تبقى دميات في هذه الفترة مثال لباقي المحافظات مش مثال كمان لباقي المحافظات لابد ان اي خريطة او اي مبادرة او اي توجه يعني امبارح انا كنت قاعد اه مع مسؤولين في وزارة التضامن والحقيقة ممكن بيحطهم الالية التلاتاشر خاصة به وعي مبادرة وعي مبادرة وعي دي مبادرة مبادرة طرم جدا جدا الحقيقة وانا الحقيقة من هذا المكان الحقيقة وانا ممكن انا عمري ما شكرت يعني احد انا عارف انا عارف اه لكذا انا بشكر بشكر فعلا وزيت الضبن لان تعمل في صمت وبتشتغل كويس وعندها فكرة عالية وعندها فكرة عالية وعندها فكرة عالية وشايفة رؤية اه اه يعني برغم ان في الاول اول ما جيت انا اه ما فيش لكن انا فجيت عندها فكرة عالية جدا وعندها اه فعلا ثقافة العمل عندها بتشتغل طيب نتكلم على مبادرة وعي دي معلش مبادرة وعي دي نرجع لتجربة الدمية اه مبادرة وعي دي الحقيقة يمكن نقدر نقول ان هي ايمة على تعزيز مجموعة من اه نقدر نقول المفاهيم انا حتى لما لما انا لما عادت معهم اه فهم قاعدوا الكلام في وعي قلتلهم وعي انا لخصتها من نفس الكلمة الكلمة وعي لتلات حروف صحيح واو والعين واليه ووفر والوفر هنا ووفر اقتصادي عشان يبقى فيه مردود يعني انت فيه مشكلة وعايزين يبقى عندنا وعي الوعي دي له تكلفة مش كده وانا هصرف عليك عشان اعلمك اعلمك عشان يبقى معنى كده ان المردود يبقى فيه اعلى من التكلفة يبقى فيه وفر فالوعي ده لو ما كانش فيه وفر يبقى مضمونه انتهى صحيح ووفر العين علم 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 لان الوعي مرتبط بالعلم وتراكم العلم اللي هو المعرفة يبقى لابد ان احنا لاستغل العلم عشان يبقى فيه يعني مثلا لما بستغل الوقت العلم الوقت فيه اه مشكلة معالجة مشكلة من المشاكل المهمة جدا زي ختان الاناس اين؟ ختان ده اه 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 اصطدم مع الدي بعض الناس بتقول الدين لكن الوقت وعلى فكرة فيش استضام ما فيش استضام ما فيش استضام الدين ما قالش احاجة اه العلم ووجدنا ان العلم وطلقت نظريات علمية بتقول ان ده فيه خطر حقيقي على صحيح حياة الأنسة. فهنا وجدنا أن بالعلم ممكن تتضح بعض الأمور اللي كانت شائكة وبتحمل مجموعة من الانقصامات. شوف بقى أنت جبتنا برضو لنقطة الخطاب الصقافي والخطاب. أنا أجيبك حاجة كتير بس. لأنت هتوعدنا هتيجي معنا كذا مرة. لا تحت عمرك. لازم والله. أستاذهم علي إلا إلا. لا أستاذي مين. لحباك اللي أستاذ كبير. لا ربنا أخليك. النقطة الخطاب الثقافي والخطاب الديني. إحنا بناخد حاجات ونعيش فيها وما بتفتش المجتمع. لا وتبقى مغلوطة. ومغلوطة. يعني أنا أطول عمري. ونتورسها. لا بص حضرتك يا ست اللي هو. أنا أطول عمري وأكيد 99% من الشعب المصري اتعود على كده. آية قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. صدي. ولقد خلقنا الإنسانة في كبد. كبد يعني تعب. تعب والمشقة. ومشقة. تمام. خلاص ده ده هي الرشاة الكاتالوج بتاعنا كده. أنا اتولدت على إن ده معناها التضحن ده مش معناها. مش معناها. ده معناها الاستقامة. الكبد الاستقامة. الاستقامة يعني في أحسن حال. عشان كده بعدها ألم نجعل له عينين. معنى كده إنه هو بيربطها بالعال. الكبد دراك. الكبد اللي هو كبد الحقيقة. مش التعب ومشقة. لا ده معناها كبد. فعشان كده في آية تانية أقول لك. آي. وعشان كده أقول لك في آية تب. ولقد خلقنا الإنسانة في أحسن تقويم. أحسن تقويم. وكبد فيه تضاد. صحيح. على الوضع اللي أنا كنت أفهمه. وغالبية الشعب المصري كان يفهمه. الشعب العربية. كتير. لكن اتضح بالفعل إن كبد دي. ولقد خلقنا الإنسانة فيه كبد. مش تعب ومشقة. ده الاستقامة على الصراط المستقيم. هنا عايزين نعيد تأصيل المفاهيم. لا. في بناء الإنسان المصري. ده حقيقة. ده حقيقة. طب عايز أرجع لضميات. ضميات لما درستها. وجدت إن المحافظة دي. فيه عندهم فيروس باسمه العمل. هم الأجال بتتولد وتتوارس. بيطلع فيه الفيروس دي بياخدوا العمل. فلما اشتغلوا وجدت إن فيه مجموعة من المؤشرات. احنا بنعالجها بنعالجها وصرفنا عليها مليارات. ومش قادرين نقدم فيها أي نتيجة خالص. وجدنا الآتي. نسبة البطالة عندهم زيرو. لدرجة إن المحافظات المجاورة لها بدأت تصدر لهم العمالة اللي هي مش يشغلهم. كويس. بقى حركة السكة الحديد بالنسبة لهم الصبح. شوف حركة السكة الحديد ده حاجة ولا الهند في الأطراط. رايحين على ما كانت عملهم في ضميات. معنى كده إنها كانت جاذبة للعمالة. وفي نفس الوقت حققت المعادلة الصعبة زيرو بطالة. وبطالة ده بطالة دي ما حاجة مفزعة. بطالة دي ما حاجة مفزعة ليه. الواحد اللي ما بيشتغلش بيبقى عرضة بيبقى عرضة للأفكار تضلّة. بيبقى عرضة إنه هو يكون من أهل الشوارع أطفال الشوارع. لو أنا ملقيتش شغلة ولادة هتطلعهم أميين. مش قادر أعلمهم. صحيح. فوجدت إن المحافظة المعادلة. وصحتهم وحش. كل حاجة. أي بوكياس رملة في دي شد مصر التحت. وزياد حالات الطلق والعنوسة والكلام ده. كل بقى. كل مشاكل تفتح. كل بطالة بطالة. فده المؤشر الاقتصادي لكن العكاسه على الاجتماع أو المجتمع خطير جدا. فوجدنا إن بطالة زيرو بطالة. تمام؟ خد بقى الحاجة التانية المهمة جدا الأمية الأمية زيرو. لا. ها. دميات الأمية زيرو. أنا لأقول لحضرتك الكلام ده في التسعينات. في التسعينات معلش ما بتخدش الوقت على الوقت. دي كان العمل عندهم. طب هنخلص التجربة ونرجع إيه اللي رجعنا. الأمية زيرو كويس. ليه زيرو بقى. لأن الأب بيشتغل ولو عائد ولو دخل بيقدر تصرف على عيال. خد بقى كمان وده المهم جدا. وده حاجة أنا بقى أتمنى إنها تصل إلى وزيرة التضامن الدكتورة نيفين قباجي. اللي هي خاص بيه عملت الأطفال. موضوع عملت الأطفال. دا. عملت الأطفال ما تكونش على إطلاقها. بمعنى ما. في دميات كله بيعمل. حتى الأطفال. حتى الأطفال. طب عمل الأطفال ده يعني جيد ولا غير جيد. لأ عمل الأطفال هناك مش في الإهانة اللي موجودة في أي عمل تاني خالص. ليه؟ لأن طفل ممكن يكون ابن راجل غني. وكلهم هناك بيتعلموا المهنة. بيروح يشتغل ورشة عند حد تاني. بس معلش إحنا عندنا سن. السن يا فندي بس أنا أطرح الفكرة. وأنا عارف أخش في أمور شائكة. أنا إنت قلت دميات في التسعينات. وأنا بقولك الوقت لأ. ليه الوقت لأ؟ لأن الأطفال معلش بيشتغل الوقت فيها. الأطفال لما كانوا بيشتغلهم الحقيقة. بتغلس فيهم ثقافة العمل. لا ده حاجة مهمة جدا. المهنة نفسها بتتطلب الاحتراف فيها من سن مبكر. بمعنى إيه؟ مبادرة مبارك كول فشلت ليه؟ عشان بياخدوا الأطفال أو الشابير. كبار. كبار. فما يعرفش مهنة نجارة ما يقدرش. مهما تعلم. إيده ما تجيش على النجارة ما يقدرش. القيمة عارف القيمة اللي هي الحفرة الخشب. لو ما تعلماش هو عنده خمس ست سنين. مش عارف تعلمها أبدا طول حياته. مهما قوتيت. طب الألمان بيعملوا كده عندهم؟ لا الألمان عندهم المكان. المكان. فإحنا هنا استغنينا في ضمياط. هتلاقي استغنيت على العمالة ديتي وتضربها. ما عادش في ضمياط حاجة اسمها قومياجية الوقتي. فالميزة النسبية ضاعت. اللي إنت كنت بتعتمد على تصدير إيه؟ منتج ضمياطي. عالي الجودة. يدوي ويدوي. مالوش بالسلة على مستوى العالم. بلاقتي دي إنت تبعد ده. وتجيب المكان اللي بيعمل الخشب. فبقيت زيك زي غيرك. فبقيت أنت وغيرك. مالاكش لازمة في السوق العالمي. خلاص؟ فهنا بدأ فيه نوع من التراجع. أنا بديك حاجة لابد أن احنا نحط علىها دراسات. تمام؟ دي رؤوس أقلام. رؤوس أقلام أنا مش هاخش فيها. لأننا برضو عندنا قوانين في عمالة الأطفال وكده. عمالة أطفال ليها تبقى مهينة. يعني مثلا الطفل في محافظة الدوميات بيشتغل وقت الأجازة. الأجازة بس. ودي الدراسة الموجودة. وقت الدراسة مفيش حد بيشتغل من الأطفال. أعرف سيدتك فندم يعني. أنا بأيد فكرة حضاك إن الصغالين يشتغلوا. أنا أولادي وهم في وقت أجازات الصيف. التلاتة كانوا بيشتغلوا. من مرحلة الإعدادية كانوا بيشتغلوا التلاتة. إن أنا أفصل. تلت أعدادي وسنوية عامة وفي الجامعة. صح. بيشتغلوا في الصيف. لأ قد إن أنا أفصل بين عمل مهين للطفل ممكن يقوده للإنحراف. وعمل إن هو يقدر يبنى عليه أحلامه وطموحاته. إن هو يكون مهندس إن هو يكون دكتور وبيشتغل في ابتدائي مثلا. لأ أنا بتعلم. فهنا بقى الحتة. واجدنا في ضوميات. عايزة ضوارة. واجدنا في ضوميات. سفر أميه. وما فيش تسريف في التعليم. ليه؟ لأ الطفل في الأجازة بيروح يشتغل يحوش بيصرف على نفسه. طيب. والصحة. ما هو معه فلوس. بتعاليك. بتعاليك. ووفر على الدولة. الحاجة الثالثة المهمة. تنمية بقى. لا خد بقى. ما كنت ده تنمية. الحاجة الثالثة المهمة. وفيها أربع حاجات كانت. الحاجة الرابعة المهمة جدا. المحافظة الوحيدة. المحافظة الوحيدة. في التسعينات. إن معدل الزيادة السكانية سالب. سالب. طيب. لا. افعلا. اللي مجح. سالب. عارف يعني يا سالب. يعني كاية مليون. السالة اللي بعد ده بقى تسعمائة ألف. بقى تنمية بخمسين ألف. ده بقى مثالية. مش مثالية. فيه تمكين إنتاجي بيشتغلهم. مش فاضيين. إيه اللي حصل؟ الحاجة الرابعة والمهمة عشان أقولك إلا حصل. الحاجة الرابعة والمهمة. اللي كانت زيرو بقى. دي كمان زيرو. يعني كانت بس ده. زل السكانية كانتش زيرو كانت سالم. أي. الجريمة زيرو. مش فاضيين. وعمدهم إمكانيات. ومحدش يقدر يعتدي على حاجة حد الموجودة ممكن في الشارع. يعني أنت هتروح هناك في الشارع في التسعينات وأنا روحت وكلام ده شايفه. إن تشوف الأخشاب وتشوف البضائع وتشوف الخمات في الشارع. ومالية الشوارع ومحدش يقدر. ومش الأخشاب. منتجات حتى اللي هي الاستلاكية المصنعة. هتلاقي مصنع معمل حلويات بالليل يسيب المحل فاضي. وفيه الحاجة. محدش يخش. لأنهم كلهم شبعانين. فدي نظرية محتاجين أعالية هات مرة أخرى. بالصورة اللي تقدر مصر من خلالها. إن هي تعالج المشاكل. يعني إحنا صرفنا قدية على زادة السكانية. يا نار ربي. والإعلام والإعلانات. أخذوا حبوب مانا الحام لأكروها الفراخ. طيب. عشان يشربوا مياه ويزنه. لا لا أنا أتكلم على الإعلانات. زمان يعني. الإعلانات ويد دعاية. والإعلانات بالهبل. وشوف تصرفنا قدية. وفلوس كتير على الفاضي. وبرغم كده. ما قدرناش اللي احنا. ما حقناش. نحق فيها المجاح. وفشلنا. وفشلنا برضو في المحور الأمي. عشان. ما حقلش زي المرجاح. كلمة فشل البعض برضو. مش هنقولك. أيوة. قول. قول فشلنا عشان نقول. احنا كده. مبسوط. يبقى قاعد مبسوط. لا. أنا بقول فشلنا عشان ننجح. دائما فيه مثل إنجليز يقول إيه. إذا فشلت التجربة. مين اللي فشل؟ التجربة. ايوة. مش الشخص. إذا فشلت التجربة. بالرغم. بالرغم. من الجهود الكبيرة والمتكررة فيها. يعني إحنا اتعبنا قوي فيها. طب لو فشلت بقى. بالرغم ان انت هتعبت فيها. تنام. لا. فالعبد من إعادة النظر في منطلقاتها الأساسية. أي. إنت أجد عملت في البداية حاجة في البداية مجخلات. مالصح. مالصح. عيد تاني ترتيبك وعيد تاني أفكارك. عشان تنجح. ودائما بنقول الناس المتقدمة نجحت لكده. يعني وقعت وتتعلم من وقع وقعت ليه؟ عشان كان فيه حاجة هنا. يبقى نحط داير هنا عشان ما نقعش فيها تاني. وهكذا. طب إيه اللي رجع بقى دومياط. بعد ما كانت حققت المعادلة الذهبية. في التنمية اللي رجعها بقى. مال مالا. هيا حاجة بسيطة جدا. كان عندهم تمكين إنتاجي. الإنتاج دا بطلع. مالوش مسيل بزود تنافسية. يعني إحنا بنحق اللي إحنا بنتكلم فيه الوقت والسيد الرئيس الوقتي. مؤشرات التنافسية العالمية. ولا بد أن احنا نحفظ عليها. إحنا مؤشرات التنافسية عندنا. كان أيام التسعينات وبتاعه. كان المنتج والدومياط الزود التنافسية العالمية. مفيش منتج على مستوى العالم بي نفسه. وبالتالي كان نافذ الأسواق العالمية. حتى أوروبا. كنا بنصدر وبناخد عملة صعبة. كانت بتقدر أنت عندك هنا. الوقت حاجتين مؤمنين جدا. عشان كده. مال مدينة الدومياط الأساسي الجديدة. استنى دا أنت هتفتح موضوع تاني. موضوع المشروعات الصغيرة والمتنات الصغر. ده أساسي. ده أساسي. طيب. الدومياط كانت دومياط بقرة المشروعات الصغيرة والمتنات الصغر. كويس. نجحت ليه؟ عشان حاجتين. اتعاملوا فيها. ضمان إنتاج بخامات بخامات عادلة السعر. كويس. يعني عودات السعر يعني في القبع السعر. مش مغالة فيها. مش مغالة فيها. لأن لو مغالة فيها أصلا. هيحط عليه. هيحط عليه. يعني إذا كان المتر خشب بألف. ألزيت. بقى القوضة قطر مثلا الصالون بعشر تلاف. طيب لو الألف ده بقى تلات تلاف. الصالون بدل ما يبقى عشرة بقى تلاتين. ماذا؟ صحيح. فكل ده على حساب المستهلك. وفي نفس الوقت نصدر. هتلاقي فيه حد تاني بين نفسك في السعر. فكان عندنا حاجة مهمة جدا. أخوة الدومياط بيعملوها. إن السعر عندهم كان في المتناول. اللي نضع نقول أقل 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 مشروع صغير. كويس. فهنا بقى الانتاج كان بينتج. طيب هل أنتج؟ والمنتج ده يقع الجنبي؟ لا طبعا. ولنا هدف الاستلاك المحلي؟ هدف الاستلاك المحلي كهدف أولي. لكن الهدف الأعظم. التصدير. التصدير. فأنت هنا كنت متصدر. أنت كنت متصدر الاتحاد السوفيتي بالـ الـ 14 دولة اللي كانوا تحتين تحت طائلة الـ 14. تمام؟ وكنت متصدر دول أوروبا. كنت متصدر الوطن العربي بالكامل. الوطن العربي. وبتصدر الأمريكا. ها. تحقيق. أنا شفت منتجات من ضميات في أمريكا جميلة جدا. يبقى أنت المشهر. بيقولوا دي يدوي. حين بقى وده حاجة مهمة جدا. أنا أشكرك لأنت يعني أتحت إن أنا نتكلم في الحتة دي. المشهرات الصغيرة الرئيس عمل مبادرة متع المشهرات الصغيرة. وخصص 200 مليار جنيه لمشهرات صغيرة تحت سيطرة مين؟ البنك المركزي من مصر. يعني هو الولي أو اللي هو متولد تمويل. متولد تمويل. تمام؟ طيب. الموضوع كمان الحلقة التانية مش موجودة. إنت الوقت ضمانت إن إنت تمويل. بس فين التسويق؟ لازم. أو ما الناس دولي ما تنتج المنتج بتاعهم جنبهم؟ لا. فيه التسويق؟ هل إنت فاتح أسواق خارجية في الخارج؟ هتبقى تقولي ده صعب أولا فعلا صعب. صعب إنت تفتح سوق في أوروبا لمنتج المشهرات الصغيرة. صعب. صعب تفتح سوق في أسيا اللي امتلت عن آخرها. تمام؟ روح أفريقي. أفريقي. روح أفريقي. امتداد الجغرافي. 56 دولة. 56 دولة. وإنت دولة قوية ودولة اتحاد أفريقي واحد إن شاء الله. 600 مليون أفتك؟ لا. دخلنا الوقت في مليار. مليار؟ مليار. دخلنا في مليار. سوق كبير. إحنا وناجيريا دخلنا في 300 مليون يعني إحنا هذا. طيب السوق حلو سوحي. ممكن نصمم لهم منتجات تتناسب معهم. زي ما الصين عملت التجربة الصينية وغزت العالم بمشروعات صغيرة. مين اللي يحدد بقى التناسب معهم؟ مين اللي يحدد المنتج اللي يتناسب معهم؟ هم بالاشتراك معنا. يعني هم يقولوا لك إحنا عايزين كذا؟ لا إحنا ندرس عندهم إيه؟ مين اللي يدرس؟ طيب مين اللي ساعدنا معنا صح؟ وزارة الخارجية. فيها التمسيل التجاري الخارجي؟ بزبط. هو طبعا طبعا وزارة التجارة. بس ما عليك. يبقى فيه نوع من تنصيق. لا وفي حاجات فيه. ما فيش بيان على. كان زمن صندوق التنمية الأفريقية بقى صندوق الخارجية وغيروا اسمه. فيها أليات. صندوق التنمية الأفريقية والأسيوية. فيها أليات الخارجية. ممكن تساعد. وفي الحقيقة يعني أنا في مؤتمر بعض الناس بتعمله. مؤتمع مدني بيعمله على التنمية في أفريقيا. أو الاستثمار المتبادل في أفريقيا. أنا كنت معاهم وسمعتي يعني بيعمله الأول مؤتمر تحضيري في مصر. بيجيبوا الجهات المعنية. يشوفوا مشاكل التصدير إيه. ويدرسوها. والنص ده في النص التاني من 22 22. وفيه في النص الأولاني من 22 23. حيجيبوا الأفرقى بقى. هيدعوهم وصفراتهم والتجاريين والشركات. ويقولوا لهم أنتوا تستفيدوا من مصر في إيه. إزاي. واخدين كل سنة قطاع. تمام. فهم السنة دي اختارهم قطاع الإنشاءات والتعمير. على أساس أننا عملنا العاصمة الإدارية. وعملنا العالمين. وعملنا مدن جديدة. فهيكون عندنا فائد في هذا القطاع. تمام. بص أنا عجبني الرئيس أولي. وفيه ناس كتير مش فاهمة. الحتة اللي هو بيشتغل فيها إزاي. الفكرة. يعني مثلا أنا بقول مثلا. عايز أعمل ترعى الصغيرة. تعد على كل الأراضي. اللي هي ترعى اللي هي الأناية. اللي إحنا فلاحين بنقول عليها الأناية. عايز أعمل الأناية. تعدي على كل. فأنا هل أعمل أعمل إزاي؟ تعب جدا. فكل واحد يجي يعمل. لا. فييجي يعمل إيه بقى؟ الرئيس بقى؟ مثلا مثلا. وروح عامل ترعى كبيرة. تمر كده. ويفرعوا منها. مايفرعش. هم الناس هتفرع لوحدها. الناس يفرعوا منها. بقيت خلاص انتعط القصة. صحيح. وحاجة واحدة. بتجب كل العمل اللي ممكن نعمله بسنين. انتعط القصة. صحيح. خلاص. يعني مثلا طريق. اتعمل طريق واسع. مثلا طريق جاذجي السويس ومش عارف ايه بتاع. اتعمل. هناك كان طريق دايق. كانت اشارات صعبة جدا 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 جدا. اشارت ركس مع جيس السويس. الحتة دياتي. اعمل. فلما اتعمل الطريق والكوبري. واجبتنا الشوارع الفراعية نظفت جدا. واسفلتت. وتهندمت. وبقى الله. ففي علم بقى. وفي فكرة. هو ده الفكرة اللي بقى عاز اقولها. هنا. بعمل بقى اسقاط على الافريقين. عادتك بتقول اه في مجموعات بتيجي تتشاور. ومش عارف. انا مش هاعد لان انا اعمل مجموعات. انا هزاعمل حاجة بس. مباشرة. اضمن انها تتعامل. وتفضل تتعامل مئة سنة. زي. الطريق البري بين القاهرة وكيب تاون. في جنوب افريقيا. قلت الكلمة في حاجة مهمة جدا. واسف يا فنم. ده هو ده الصح. هو ده. نحاود اقول لهم. والنبت نتبادل. في خط سكة حديد من جوبوتي بيعدي. اه اه ترانس افريقيا بالعرض. يعدي في افريقيا بالعرض. بس بالطول فعلا لازم اللي سيادتك بتقول. اولا الطريق. اولا السكة الحديد تخلي بالك. عشان تعرف. وده من ضمن العالم كن في اول الحالة. قلت لحضرتك اللي قاتل. ان الدول المتقدمة. عايزة الدول المتخلفة دول العالم التالي. تفضل كده عشان تفضل تمتص صراواتها. ومواردها. عشان. تنجح. انت عارف وقولك على حاجة. مهمة جدا. احنا مش كنا قبل اتنين وخمسين. قبل اربعة وخمسة. طبعا احنا الجلاء. اتنين وخمسة. بس اقول تريبا هو الرسمي. يعني بالنسبة لنا الواقعي اتنين وخمسين. كنا تحت هتلاقي انجليزي ولا? كنا. كنا تحت هتلاقي انجليزي. تمام? وكانت مصر والسودان. صحيح. كانت دولة واحدة. صحيح. مش كده? السكة الحديد. بقى التلاتة. هم عملوا المسافة بين الابان مختلفة. بس على فكرة. احنا ممكن نتغلب عليها. عارف ازاي؟ محطة حويات. تنقل محاوة على العربيات. سهلة. لا وفيه مكان بيقدر ان هو يوسع العجل بتاع القطر. العلم تطور. انا انا بتكلم في المضمون. الهدف كان ايه ساعتها من الاحتلاج. انه يجزأك. انه يجزأ. يجزأ. يجزأ ويمنع التواصل خاصة السكة كالحديد في ذلك الوقت. بتربط. بتربط. يعني على سبيل المثال. وده برضو حاجة. اشكرك ان انت برضو. انت حذكت ما شاء الله عليك. انا ما شكش. اسمح لي ان انا. لأ. عشان لحيط المهمة جدا. انا اريز اقولك حاجة. ده انت هتوعد القناة انك تتعمل معنا لقاءات متعددة. لان هنا دخلنا نتكلم في حاجة. فتحنا حلقة عامة تكلمنا في كل حاجة. انا عايز اقول لفانس عشان في وقت الحلقة. الخط السكة الحديد زي ما قلت. دمهمني جدا كان بيحاربوا المستعمر عشان ما يفاش بقى فيه تواصل بين الشعوب. بعدها بقى. السكة الحديد في مصر غير السكة الحديد في السودان. خد بقى الحاجة تانية. الفة تسعمية واربعة. اتعمل خط السكة الحديد الحجاز الشام. ايه. راح مرجعش. صح. القطر راح. مرجعش. ليه بقى؟ واتفك. عمل عمل حتة بص ربطي كبير جدا بالشعوب العربية في الحتة دي. صحيح. الشعوب في الشام المحتلة تحت احتلال انجليزي والفرنسي. صح. مع شعوب الجزيرة العربية اللي كانت بتدعمه عشان تقل لك نقطع. نقطع. لان ده هيو صح. هو في الحقيقة يعني الاستاذ الدكتور علاء رزق. شرفنا النهاردة في القناة. ووعد خبراتكم. هاكل لنا مجموعة لقاءات. لانهو عبارة عن نبع من الثقافة والمعرفة والعلم. احنا بنستفيد منه. وان شاء الله هنكمل في حلقات قادمة. موضوع بقى النقد. احتيات الدهب. ازاي العملات. هنفتح ملفات ان شاء الله. موازي مع جهد الدولة. عشان نحقق ان شاء الله الاكتفاء. ثم الرفاهية بإذن الله. ان شاء الله طبعا طبعا. احنا بنشكر الاستاذ الدكتور علاء رزق. رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية. استاذ الاقتصاد. زميل اكاديمية ناصر. الرؤية والفكر الاقتصادي الاستراتيجي لتشرفنا اليوم. وإلى اللقاء في حلقات قادمة. شكرا. لا ترجمة نانسي قنقر. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة